اشتركوا في القناة باكستان الاسلامية الشقيقة والوفد المرافق له مشيدا بالمستويات المتقدمة التي وصلت اليها العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وما اثمر عنها من زيادة مستويات التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين بما ينعكس على رفع القدرات القتالية لدى المؤسستين العسكريتين ومن جانبه عبر الفريق اول طيار زهير احمد بابرسيدو رئيس هيئة الاركال القوات الجوية في جمهورية باكستان الاسلامية الشقيقة عن شكره لسمو رئيس الحرس الوطني على حرصه واهتمامه بتطوير مستويات التعاون بين الجيش الباكستاني والحرس الوطني تأكيدا على العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين هذا وشهد اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر